اهلا وسهلا رانيا حايك رح نحكي اليوم بها الفقرة لنعرف اكتر مع ايليد واللي عم نعرف فيها اسبوعيا هيك استراتيجيات كتير حلوة بتخلينا يمكن نستفيد من خبرة الناس المحترفين اوقات مش لا نحن نستعملها بس لا نعرف اكتر اليوم عم نحكي عن ترويج الماركة يعني كيف واحد بيروج للماركة او للمنتج بستراتيجيات محترفة صح بونجور اول شي ماجي اليوم انا حابت احكي عن ريل كيس عن زبون انا بحبه كتير وبرودكت بحبه اكتر لانه لبناني هو ديري داي بس قول ديري داي بقول طبيعي طيب بس دايما بستبلش رحلتك مع اي زبون معين نحن كتير بهمنا نكون قعدتنا مع زبون موثقة اكتر ونروح على المعمل طبعا نحن نحن عم نحكي برودكت البان واجبان فكانت الزيارة بداية لايليد مع الفريق العمل طبعا على معمل ديري داي تنشوف كيف بيتصنع هالبرودكت من لبنة لجبنة لعصير للموزاريلا توبينج لكل شي والحبايته اكتر بكتير هو كيف كل يوم بيوصل الحليب من مزارع البقاء الطازة وبيتصنع بأحسن تقنية هوني بلشت رحلة ديري داي مع اي لد لانه دايما الزبون لازم يبني ساقة كتير كبيرة بالشركة اللي عم تشتغله تنقدر نبلش برحلة الريسورتش طبعنا ونعرف اكتر هالزبين ليه بتختر هالبرودكت او غير برودكت على اي اساس بتبني افكاره او على اي اساس بتبني اختياره لبرودكت معين عن غيره فدايما نحن باي ليد منبالش الريسورتش طبعنا الصح منجرب نعمل تستيمونيا لتنفهم هالزبين اكتر كيف بتبني خياراته وقراراته ومننطلق ومنعمل ماركتينج ستراتيجي طويلة على مدار السنة ومننا منفند عدة اشياء اليوم حابيت احكي اكتر عن السوشال ميديا تبع ديري داي كيف انشغلت ليه لانه بسوشال ميديا الاكسپيريانس اللي نحن عشناها كفريق عمل اي ليد مختلفة لانو الاشخاص اللي عم بتابعونا مرح يكونوا عم بدوق الطعم معنا ولا عم بيعايشوا الاكسپيريانس اللي نحن عشناها بالمعمل فانا شطرتنا نحن كيف بنوصل هالبرودكت لكل شخص ويكون هو الاختيار الاساسي لقلن عن غيره حلو هيدا الشي اللي عم بتقوديه كتير مهم انك تعرفي هو لزبون شو بده تعرفيه اكتر لقلو لقلو ليش نقه هالخيارات وترجع تعرفي اكتر المنتج يعني معرفتك بالمنتج بيكون هالثقة بينتكن كشركة وهيدا كيف بديته هالستراتيجية اول شي قلت استراتيجيات عديدك اعلانية بس انت عم بتركزي على السوشيال ميديا بس شو اللي بلش قبل دايما بس تبلش بماركتنج استراتيجي بسوات اناليسي طبع الزبون ليش هيدا البرودكت بدي يكون محبز عن غيره ليه العالم بدي تختاره هل الالوان بدهم تعديل هل الاسم محفوظ طبيعي طيب لسلوجن اللي عم نحكي فيه هلأ انو برودكت لبناني نهزي بنشتغل على الاثنتيك طبع العالم ونضوي عليها هدول العوامل كتير بتأثرت انت تبني الستراتيجي طبعك لانو عم تحكي مدار السنة عبرودكت بديك تدوي عليه بطريقة مختلفة والبرودكت اذا بتشوف الفرايتي طبعه لكل الاعمار يعني انا مين منه ما بيكون لبني وجبني مين منه ولاده ما بينلفلهم على المدرسة لبني وجبني او بيشربوا حليب او عصير فالفكرة انو على السوشيال ميديا تقدر توصل لكل الاعمار اذا بنلاحظ هنا عم نشوف بوست على اللبني بس اذا بتشوفي معمولة اكتر عمر تين ايجر تتحبزيون على الترويقة انا سمايلي وي ديفرنت ديفرنت فيجول مختلف بتشاهي اكتر يعني ما استعملنا الصحن اللبني بس يعني كل مرة على السوشيال ميديا عم نختار اوديانس تتارجتهم بس كمان مثل ما حكيت انا بالسوشيال ميديا ما فيه بس انا كون عم دوي على البرودكت بطريقة معينة لازم كمان كون عم تحط تبس عم حط فاكت عم حط شو بيتضمن البرودكت كيف فيه اعمل ريسيبيز ليامنا خاصة هلا بالكوفيد ناينتين ان السوين كلها صارت عارف تطبخ فكانت كتير مهمة احنا بداي ريدي بالحليب باللمنة والجبنة سونا نطلع لهم بافكار كرميل هالولاد او هالعائلة ما نحس حالنا عم نعيد الطبقة بس تروحي على الشغل وترجع تكون تبقى هفينة من الجوع مثل ما بقولوا بتاكلح يلا شيء اما على السوشيال ميديا بالكوفيد ناينتين جربنا نطلع بايدياز برسبي مختلفة كرميل يحسوا انه جددوا عبر ديري دير كل قدية تتغير هالشي على السوشيال ميديا يعني تنقول طلعت هالفكرة بهالمسج بهالسلوغان قدي بتضل كيف بتقرروا انه هلأ بدنا نشيلها نحط شيء تاني هو كل شهر نحنا بنشتغل على كنتنت كالندر على سراتيجي كاملة لكل الشهر هيك بتبلش طريقتنا مع زبون بنشتغل نحنا وياه انه هالشهر نحنا الفوكس طبعنا لاشيء معين فيه اوقات برودكت ما فيك اتفاكس عليها بالشتي في برودكت بيكتفاكس عليها بالصف اكتر مثل العصير مثل اللبن فيه تفاصيل بنشتغل عليها مع زبون بنمني كالندر كامل بالشهر كامل مع البوست مع الهاشتاق اللي باناستعملهم مع الكنتن تبع الكابشن اللي هو كتير مهم يكون بايلانجول لأنه أنا بهمني تتارجت العربي وبهمني تتارجت الإنجليش ومنهم منتفق علي ويأبروف دم ومننزل على السوشيل ميديا على السوشيل ميديا ما فينا نحن ما نكون اكتف لأنه كل مرة هالأوديانس اللي عم بشتغل معهم بدي يصيروا عائلتي ما بقى فيي اعتمد أنه أنا نزلهم بالجمعة مرة وبعد شهر فوق أنه أنا لازم نزل البرودكت لا ما هنه بينسوا ساعة البرودكت الشطارة أنه نحن بدايري دايما عنا فرايتي يعني إذا بتشوف البوستات بتلاقي أنه كل مرة في شي معين في فكرة معينة في طبخة معينة في ايدياز مختلفة عم نضوي عليها للبرودكت لدرجة أنه صارت العيلة طبعا على السوشيل ميديا هي عيلة دايري داي كنا كل شهر نقى تقريبا شيء أربعة أو خمس عيال نبعط لهم جودي باك دايري داي عبيوتهم تفاعل طبع العالم معنا كان كتير حلو هادي أهمية السوشيل ميديا هادي العلاقة يلي هي أوقات كتير بتصير مباشرة يعني خالف بك ما قلت بتصير عيلة يعني بتصير كأنه ناطرين دايري دايش وضياء دايري دايش وضياء مثل مثل اليوم كيف اليوم كمان بدي أسألك شغلي هالألوان بتضلها هي زيتة لازم تضل نفس الألوان متبعة اللي اخترتوها من الأول لديري داي مثلا هي زيتة بتتبعوها بس بتغيروا شوي يعني بالنمط طبع اللون هلأ البراند جايدلاين ما فينا أطلع منا دايما لأنه فيه براند جايدلاين أثيكلي للفود بس بنجرب نغير الفرايتي في الباكراون طبع الكالرز كمال تكون بتشهل كمانة الطبقة اللي احنا مختارينه أو الفكرة اللي احنا خطينا على السوشيل ميديا فمنوع بس ما منطلع كمبليتلي من البراند ايدنتي اللي احنا ما اعتمدينه فمشان هيك دايما على السوشيل ميديا الستراتيجي لانا منطلي بايس لازم تكون معتمدة بالطريقة الصح تنكون كمانا إذا بكتفوتها على البلاتفورم تحس في تناسق بين بعضهم مش تحس انه شي فوشيا شي جون شي أخضر ما بيشبهوا بعضهم تحس انه الصفحة بتريحك هاي شي كتير مهم يعني نعم رانيا قديم مهم السلوغان اللي نقيتولها ديري داي طبيعة طيب طبيعة طيب أول شي قديش بيدلق ده فيه ورسي الوراء يعني قصة الطبيعة انه هو من الطبيعة أو هالأده هو أورغانيك أو هالأده هو يعني طبيعي وطبيعي طيب الكلمة اللي نحن بنعرفها انه اذا تسألي حدا عن شي بيجيو بك طبيعي طيب طيب يعني بهالمعنى هيدا قدي بياخد تفكير وقدي بيرجع بين بنا عليه رسائل على السوشيل ميديا بتصيروا تبنوا من السلوغان رسائلكم تتأكدوا على جودة هال مثلا هالبروداكت هي مثل ما حضرتك قلت بتبلش من زيارتنا للمعمل وقتها تفاجأت انا انه كيف بيوصلوا كل يوم الحليب الطازة من المزارع فكانت هيك دغري انه قف عن جد طبيعي طيب وطلعت هيك بطريقة حفية نحن واصحاب دايري داي ومننا انطلقنا بهالسلوغان اللي هو معتمد اللي عن جد اذا بدو ايه تعرف ادي طيب هالبروداكت وصنو نتفاعل معه لدرجة انه وقتها كنا نعمل بروموشن ستاند بالشيبر ماركت يجوا لعنا العالم يقولوننا انتو طبيعي طيب دايري داي كيف يتفاعلوا معه بتحسي قدي انت مبسوطة بآيليد انه قادرت وصلها لبروداكت لأكبر عدد من العالم وصار خيارا لأول بمحال معين وحفظوا السلوغان يعني كمان حكيناها بالحلقة الماضية وقت حكينا على البرند ايدنتيتي انه السلوغان كتير بلعب دور اساسي فهيدا الشيء كتير مهم بالكومنيكيشن طبعا على السوشال ميديا تكون عم نعتمد على السلوغان طبعا ونكون اجراسف فيه منخاف اذا نحن واسئين من البروداكت طبعا قدي طيب قلت شغلة كتير اساسية قدي واسئين نحن من البروداكت لانه اوقات كتير منشوف من عمل دعاية لكتير اشياء بالاخر يعني بتفقد ايمتها لانه كمان هنا في الفكرة الزكية السلوغان الزكي الاستراتيجية الاعلانية الزكية اللي بتعتمدوها بآيليد وفيه كمان هون البروداكت يلي توسعه انكن ع صوت عالي تقوله طبيعي طيب وهي دي تشالنج كتير اساسية كتير اوقات بيجيكي كولز من شركات بيبقى البروداكت يمكن انت مجربتيه وما بتحبيه صعبه ما فيك تناعي تشكي عنه شو بتامله هون مثلا خبريني عن هالشي لانه هيدا شغل بالاخر صعبه صعبه عن جد يعني بجرب انا بطريقة معينة ان اتفادى هالموضوع لانه انا يعني ما رح اقدر شخصيا اقدر سوه للك شغلة بس كنا عم تسويه لبروداكت معين اوقات بتحسيه لقالك يعني كتير ناس بفكرون اه انه انت بتملكي هالبرانت هالقد عم تحكي عنه بمحبة لا بس انا عن جد حبيت اقتنعت فيها وصلت المسج حضرتك اذا انت ما بتحب الاعلام ما رح تقدر تحسي حالك قادرة تكوني عالتي فيه فدايما بس نقي بروداكت او زبون ما انت عامل معه عن جد بديك تشوفك كل العوامل بديك تحبيه بديك تكوني واسئة انه هالاشخاص هالشركة واسئت بايلد اول شي انه عارفة شو ما عملت نحنا واسئين فيهم كيف بديو وصلونا المسج فهو دول عوامل كتير اساسية طيوصل البروداكت صح دايما عملية التسويق هي من اهم يمكنك واصعبة واصعبة هدا البدي اقليك هي يعني هي بتجي باخر او بالاول او هي بتبلش الفكرة كيف بديو يتسوق لها البروداكت وبعدين بيتنقوا العناصر التانين ام هي باخر شي بتنوضع استراتيجية التسويق هي ليك بالبداية اكيد بكونوا الاصحاب الشركة قاعدوا ونقوا شو البروداكت طبعهم وانه بارالل لازم يمشوا لانه البروداكت بلا ماركتنج صح او اذا انا مثلا نعمل البروداكت وبالاخر نطلب مني ماركتنج ممكن يكون في جاب هنه ما كانوا منتبهينا بالماركتنج سايت يقدر نفوته اما اذا كنا نشتغل سوى من الاساس كتير بيختلف الموضوع من السلوغن للباكتجينج للكولرز للإيدنتيتي اللي بنا نعتمدها للمسجز اللي بنا نوصل فيها للبلايس الموجودين فيها على السوبرماركت للتسويق الصح لأي دعاية نحن بننطلق فيها بالبروداكت صح رانيا صعب التسويق عبر وسائل التواصل او هينة الاشياء يعني في عنا كتير وسائل تانية للتسويق بس اليوم عم نحكي عن السوشل ميديا هي اصعب واهين اصعب لانه انت عم تتواصل مع اشخاص منك قدرت شفيهم عم تتواصل مع اشخاص كل حدا يفكر شي كل حدا عنده طريقة مختلفة بنظرته للشيء فهذا الصعب انه انت تقدر هل مجموعة العالم تقدر يتواصلهم كل مرة مسج مختلف ويكونوا مقتنعين فيه واهين لانه انت بتوصل لأكبر عدد من العالم وبتقدر ببجت مقبول تعملي كامبين كتير قوية مثل ما نحن عم نعمل لدي ريدي بالوقت الحالة نحن على السوشال ميديا كتير قوية لدي ريدي الطلب طبعهم كتير زاد بالسوبر ماركت خاصة العالم هلأ عم تاخد كتير لبني وجبني لانه اللحمة والجسر كتير غالة فهي سيفزوا حدين مثل ما بقولوا نعم بس كمان حاليها يمكن تعرف ادي في ناس عم تتفاعل معك بغري بتعرف ادي في ناس عم تتفاعل معك وعم يوصل المسج فيك تغيري يمكن اوقات ما هيك؟ مشان هيك نحن دايما كل اخر شهر منمنع ريب بورت معين منكون نفهمنا هالأوديانس شو حبه لشو الستاتيستيك اللي مشينا عليهم مع شو تفاعلوا اكتر من شو شو كان نظرتهم لأي بروداكت اكتر شو المسج الكمية اللي وصلت اكتر مننا منمنع الكالندر اللي بديوش من بعضه لجديد على هالأساس يعني دايما بدأ إليك شغل السوشال ميديا هي دراسات ما فيك تشتغلي ولا أنا أحب اليوم نزل هالبروداكت بنزله لا فيه تايملاين معين الأوديانس بيكونوا كتير قوية عليها فيه أشخاص بتحب ما بتحب فهيه الشطارة بالله فيه توقيت معين تعتمدوا يعني مثلا لازم يكون هو زيته هالتوقيت لا ما هو بالريبورت بيبين عندك أنه مثل أيام اللي بيكون فيه عندك هاي أوديانس عم بتشارك معك فيه ساعات مختلفة كل جمعة بيختلف هيدا التوقيت كل جمعة بيختلف هالريبورت ونحن بنبنى على أساس هالريبورت ومننزل كرميل نجيب أكبر عدد من الأوديانس تشوف هالبروداكت وتفاعل معه حلو كتير كل شي يعني الناس بتفكر أنه هيك بيصير التسويق أو السوشيال ميديا يعني هيك حيالة يعني هيدا شي كتير قديه هو سهل حتى نشوفه قديه صعب البكرة قديه صعب عن جد ورا الكواليس وعليكن والخطة الموضوعة مين بيبني هيدا الخطة فريق أعمال أم شخص عنده هالرؤية في بس بايلت في ديبارتمنت للسوشيال ميديا بيقعدوا بيعملوا برينستورمينج بيصيروا يشوفوا شو الأنسب نعملوا شو الهاشتاك لترندي اللي بننزله كيف نستعمل هالسلانج لانجوش لأنه هلأ حلو تستعمليه على اللبناني وخاصة إذا برودكت لبناني فهتي بيقعدوا بيعملوا برينستورمينج وبيطلعوا بيكونتنت كالندر بيحوروا للديزاينر ديبارتمنت ونفرجيه بالآخر لازبون خلص ومنه مننطلق تسويقنا على السوشيال ميديا نعم خطة متكاملة عمل يعني دقوب مثل ما بيقولوا مراقبة دائما هم واحد يرائب الخطة اللي عملها قدش هي سليمة إذا لازم يصلح فيها وهذا بيرائبه من وراء الكومينيكيشن بين الناس والتفاعل وفي شغلة كمان حب دوي علي في كتير قوات بيجوكي بردوا روباتك بتحس حالك أنه عم تحكي مع روبو نحنا بآي ليد منشتغل أنه المسج اللي عم نرد عليه نحنا عم نتفاعل مع الشخص إن كان عنده مشكلة أو كان مبسوط نقدر نحسسه أنه نحنا مبسوطين أنه دائق هالبرودكت حبه شو كان مثلا شو فيه برودكت بعد ما دائقه ممكن نحنا نبعط له نضوي له عليه بالسوشيال ميديا لازم نحسس هالأشخاص اللي نحنا منا قادرين نشوفهم أنه نحنا أشخاص عم نتفاعل معهم منا روبو نحنا بس كمبيوتر عم يشتغل معهم فهذا كتير هيدا قديش بده يعني جهد قدي بده فريق عمل موجود وبدك 24-7 عم تشتغلينهم يعني ما في راحة ما في ويك أند أنه أنا خلص ويك أند بقعد بالبيت ما في سوشيال ميديا لا نحنا الأشخاص تابعنا أو شي فيه دايما بيداوموا بعضهم وعم بيشتغلوا دايما 24-7 لأنه تخيلي حضرتك بعدت كومنت أو ميسج ومن رد عليك لبعث لتيم خلص ما بتعود بالك بهالبراند أو ما بتعود ترد على الصفحة فهو دولة أمور أساسية تتحافظ علاقتك وتبني هالعيلة اللي نحنا سميناها عيلة داي ري داي بالبرودكت طبعا حلو كتير رانيا حايك موديل إصم الإعلان بشركة آيليت شكرا لحضرتك معنا تفاصيل كتير مهمة ومنعرفها صراحة منشوفها هيني بس هي مش هيني أبدا رح ننتقل لموجز الأخبار مع الزميل شادي شادي ماجي يعطيك العافية مرسي أخبارك مش هل تكون أخبارك غير أخبار الصبح بلبنان المعقول يا ماجي تتغير الأخبار وتكون إيجابية لأكيد الأخبار بهذه الفترة للأسف إن كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى كمان كورونا عالمية كلها أخبار سلبية ولكن على أمل أنه تصير أفضل شوفي أخبار رح نتابعون سوا صح شكرا